العملية في مفاصل زي ما ذكرت 3D كيف تتم العملية مدة الاستشفاء يعني كل ما يخص بالعملية الجراحية العملية عكس ما الناس بتتصور نحن عم نلبس العظم تلبيس بعبارة تانية أنا ما عم شيل شئفة العظم ككل أنا عم غطي هالعظم هذا العريان تماما متما بيعمل طبيب الأسنان طبيب الأسنان أنا بينظف وبيغطي فهالتغطية هذه لازم تكون مطابقة 100% وإلا بحس أنه أنا مش تمام فهو مفاصل الصناعية حقيقة طرق عليها بطرح لنا على المجسم هذا إيش اللي بتعمله بالضبط نحن مننظف السطح هاد هذا التعبان يعني منشيله تماما متما بيعني طبيب الأسنان بيكون عنده كافيت بينظف هالسطح التعبان وبعدها منحط زي الغطاء من لبسه عليها فهالسطح الخشن هاد اللي كان عندي موجود استبلته أنا بسطح صناعي ناعم ما بقى في احتكاك ما بقى في احتكاك ما بقى في ألم طب مدة العملية دكتور فترة الاستشفاء قد إيه إمتى بيقدر يتحرك المريض يعني الثاني الرقبة ممكن يكون زي الإنسان الطبيعي للآخر ولا ليه يعني مكان معين يتوقع مدة العملية الساعة عادة المريض منمشي تاني يوم مباشرة حتى في مرضى منمشيهم كتير بنفس اليوم أحيانا مشكلة أنه أنت عم تبلشي من مريض ضعيف يعني صلو طايح في الكرسي فهذا بجوز ياخد وقته بس النقطة اللي بدي أولى أنه أنا عم غطي طغطية بدي أكد عليها فالطغطية لازم تطابق السطح اللي عندي لما بلشت المفاصل الصناعية بداية كانت نحن مسمنيها كانت كلت مقاسات يعني مثل اللي عنده كلت جواكيت عم يحاول يلبقها لكل الناس بعدين صار مثلا المقاسات زادة بعدين إجت الفكرة الجديدة اللي مثل ما عم تشوفي على الفيديو يعني هي custom made أنه أنا بجي بجي بعمل scanning للركبة لأنه ركبتك بختلفة عن ركبتي مختلفة عن ركبة يعني حتى صار في دراسات أنا ما كنت عم مارس في أمريكا لاحظت مباشرة لما أجيت هون أنه الركب مختلفة يعني شكلها مختلف أبعادها مختلفة حتى العرب يعني أنت ذكرتني ناحية مثلا قضية التاني قضية التاني الكامل مش موجودة عن إنسان أوروبي موجودة عندنا فلذلك اضطرينا أنه ندخل بهذا المجال التاني الكامل ونصمم مفاصل تلائم هالحرك طيب هذه الآن تعملوا لها